البداية من سقطرة حيث تتهم مجلس الحراكة الثوري في الأرخبير الإمارات بمحاولة طمس الهوية السقطرية واستبدالها بالهوية الإماراتية الدخيلة وفي تقرير له قال الحراكة الثوري بسقطرة إن أبو ظبي استغلت الغطاء الخيري والإنساني من خلال مؤسسة خليفة والهلال الأحمر الإماراتي لتنفيذ أجندتها وأكد التقرير على شراء الإمارات الولاءات والذمن من خلال ما يعرف بالمكرمة الإماراتية التي قررت على ألف دولار أو درهم إماراتي عفواً ثم انخفض المبلغ إلى خمسمائة ثم إلى مئتي درهم إماراتي هذا وكشف مجلس الحراكة الثوري في سقطرة عن شراء من دوب الإمارات خلفان المزروع أراضي واسعة في حديبو ونوجد وديكسام ومناطق أخرى بالأرخبير تغدر مساحتها الشاسعة بمئات الكيلومترات وكذا تقرير المجلس أن المزروعي اتخذ من تلك الأراضي مزارع لمختلف أنواع الخضروات وحضائر للأغنام كما جلب المزروعي عمالا من جنسيات آسيوية من خارج سقطرة للعمل بتلك الأراضي وضف التقرير أن المزروعي استقطب الشخصيات الاجتماعية والقبلية في سقطرة من خلال صرف سيارات فارهة مع امتيازات مادية شهرية تتراوح ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم إماراتي كما أكد مجلس الحراكة الثوري في سقطرة احتكار أبوظبي قطاع الثروة السماكية من خلال سيطرة المزروعي على الجمعيات السماكية في الجزيرة واحتكار بيع الأسماك لمصنع برايم الإماراتي بأبخس الأثمان ووضح التقرير أن الإمارات عمدت إلى إضعاف شبكة الاتصالات والإنترنت يمن موبايل من خلال قيامها ببناء أبراج للاتصالات والإنترنت لشركات إماراتية لعموم مناطق السقطرة وشرى التقرير أن المندوب الإماراتي خلفان المزروعي وعد أبناء السقطرة بتوفير التيار الكهربائي مجانا لأن المزروعي أخلف بوعده وسيطر بشكل كلي على الكهرباء في الأرخبيل وأطلق عليها يسم شركة ديكسام باور شكرا